السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم السورة اليوم إن شاء الله رح نشرح درس التربية الوطنية للصف السابع الأساسي رح نحكي عن درس الثالث اللي هو المشكلات التغير الاجتماعي في الدرس الماضي حكينا عن مفهوم التغير الاجتماعي وحكينا كمان عن عوامل التغير الاجتماعي اليوم إن شاء الله رح نحكي عن مشكلات التغير الاجتماعي حكينا سابقا أن التغير الاجتماعي مش دائما يكون إيجابي ومش دائما بيكون مفيد للدولة أو للإنسان أو للأسرة ممكن يكون فيه له مشكلات ومشكلات عدة هلأ فيه عندنا هنا تأمل الصورة الآتية ثم أجب عن الأسئلة التي تليها صف ما تشاهدوا بالصورة طبعا هو كاتبنا مجموعة من أفراد العائلة منشغلون بالهواتف الخلوية وفيه عندنا هنا طفل جالس لوحده بدون أي حديث مع عائلته أو أي اهتمام فيه رأيك ما أثر استخدام الهواتف الخلوية في العلاقات الاجتماعية هو أكيد إلو جانبين جانب إيجابي وجالب سلبي لازم يقول له كل إشي يكون في إلو وقت يعني اللي بيكون عنده شغل لازم يلتزم بشغله في أوقات معينة ما يكون أثناء تناول الطعام أو أثناء جلوسنا مع أطفالنا أو مع عائلاتنا هل تعاني من هذه المشكلة في بيتك؟ الأغلب أكيد يعاني اقترح حلولا لمواجهة هذه المشكلة أنه نمنع استعمال الهواتف الخلوية جميع العائلة في وقت معين مثلا في وقت الطعام في وقت مشاهدة التلفاز مع بعض في وقت الدراسة هاي الأشياء ممكن نمنع فيها استخدام الهواتف الخلوية مفهوم المشكلة الاجتماعية أشواء مفهومها؟ هي أنماط سلوكية أو حالات غي مرغوب فيها من بعض أفراد المجتمع إذن هاي الحالة المشكلة الاجتماعية ما بتكون لكل أفراد المجتمع هي بتكون لفئة معينة هاي الفئة بيكون عندها نمط أو سلوك أو طبيعة موجودة فيه غير مرغوب فيها من بعض الأفراد إذن المشكلة الاجتماعية هو نمط سلوكي حالة غير مرغوب فيها من بعض أفراد المجتمع وهولها الأفراد يعترفون بضرورة وضع الخطط والبرامج الإصلاحية في مجابهة هذه المشكلات والحد من مفعولها أكيد الكل أعب يدور على حلول عشان نتخلص من هاي المشكلات هلأ الأمثلة عليها المشكلات الاجتماعية مثل الهجرة من الريف إلى المدينة هاي أكبر مشكلة اجتماعية موجودة عندنا لأنه بيصير عندنا هنا ضغط على المدينة وضغط على الموارد الموجود فيها بيصير عندنا ترك الريف والمزارع والهاي بيؤدي إلى ضرر للمناطق الريفية المشكلة الثانية هي الاستهلاك التفاخري مثل اقتناء العديد من الجوالات دون الحاجة إلها يعني مثلا إحنا منستخدم جهاز معين وخلص مكتفين فيه في ناس لا بيروح بيجيب تليفون وحاسوب وآيباد وأشياء كثير بيكون ما إلها داعي أو ما إلها ضرورة نحن ما منستخدم غير شي معين ضعف العلاقات الأسرية اللي هي العلاقات بين أفراد العائلة أو الأسرة ومشكلات سلوكية مثل الانتشار المخدرات والإدمان هاي مشكلات سلوكية وهذه لك مشكلات اجتماعية هل الأسباب اللي أدت إلى ظهور هاي المشكلات الاجتماعية أو مشكلات التغير الاجتماعي عندنا أسباب طبيعية وأسباب اجتماعية طبيعية هي بسبب طبيعة الإنسان هي مثل التزايد والسكاني اللي هي الزيادة في عدد الموليد ونقصان عدد الوفيات الكوارث الطبيعية مثل براكين زلزال وفيضانات هاي مو بإيد الإنسان هاي بتكون بإيد الله سبحانه وتعالى اجتماعية مثل ضعف التعليم عدم قبول الآخر ومقاومة التغيير يعني فيه ناس ما بتتقبل التغيير خلاص تقول له أنا هيك عايش من زمان وانا هيك طبيعة حياتي وكذا هذا الشي غلط لأنه احنا منتطور منتغير لازم نواكب كل الأشياء المتوفرة عننا والموجودة عننا هلأ احنا عرفنا المشكلات التغيير الاجتماعي وحكينا شو الأسباب المؤدية لظهور المشكلات الاجتماعية هلأنا نحكي عن مشكلات شو هي مشكلات التغيير الاجتماعي في عنا مشكلات بيئية يعني بتختص في البيئة مثل ايش الضغط المتزايد على الموارد الطبيعية يعني بيكون عنا ضغط على النفط ضغط على الماء ضغط على الأشياء هاي كليات بيصير في عنا ضغط متزايد عليها نيه ضهور مشكلات التلوث البيئي والتغير المناخي الناتج عن التطور والتقدم الصناعي والأنشطة البشرية المختلفة يعني مثلا عندنا كثرة المصانع برضو هي بتضر البيئة ما بتنفعها بسرعنا تلوث في هاي البيئة بسرعنا أضرار في النباتات في المياه تلوث فيها فهي كل ياتم نسميها مشكلات بيئية تاني نوع من المشكلات هي مشكلات أسرية يعني هي داخل الأسرة قد يؤدي أتطور الصناعي والتكنولوجي وإساءة استخدام التكنولوجيا إلى ضعف العلاقات الأسرية يعني بسر في عنا ضعف العلاقات التحدث بين أفراد الأسرة بتقل جلوسهم يعني مدة جلوسهم وبعض هذا كله يؤدي إلى ضعف العلاقات الأسرية السببه اللي هو تطور الصناعي والتكنولوجي وإساءة استخدام التكنولوجيا اثنين ضعف قدرة الأسرة على القيام مهمات التربوية والاجتماعية يعني في عندنا للأسف العديد من الناس عندهم ضعف في هذا الشيء أو عدم القدرة على قيادة الأسرة أو تحمل هذه المسؤولية هذا برضو بيؤدي عندنا إلى مشكلات أسرية التفكك الأسري انفصال للوالدين هذه الأشياء كلها مشكلات أسرية بتأدي عندنا إلى مشكلات في التغير الاجتماعي آخر شيء عندنا هي مشكلات سلوكية سلوكية هي في سلوك الإنسان يعني كل شخص يكون في سلوك تعتبر مشكلات سلوكية مثل هاء الإدمان المخدرات التدخين الانعزال عن الآخرين أن أنت تجلس لواحدك دائماً ما تتعامل معهم استخدام العنف بدل الحوار والتفاهم هاي كلها مشكلات في السلوك يعني في نفس الإنسان هي مشكلات سلوكية في عنا هون نشاط احنا حكينا عن مشكلات حكينا عن مشكلات بيئية مشكلات سلوكية ومشكلات أسرية هلأ بننصنفهم بيئية أو أسرية أو سلوكية الضجيج أو التلوث الضوضائي هاي العلاقة بمين؟ في البيئة فإذن ها هذه مشكلات بيئية اثنين التفكك الأسري بما أنه بتعلق بالأسرة إذن هي مشكلات أسرية المخدرات حكينا عنها فوق هي مشكلات سلوكية دخان المصانع السيارات وبأثر على البيئة فإذن هي مشكلات سلوكية قصدي بيئية بيئية آخر شي عنا اللي هو ضعف التواصل بين أفراد المجتمع هذه مشكلة أسرية هيك نحلينا النشاط هذا موجود بصفحة 39 آخر شي عنا رابعا اللي هو دور التعليم في التغيير الاجتماعي الإيجابي دائما أن التعليم هو المحور الأساسي في التغيير وهو اللي بأثر على هذا الشيء كيف ممكن أن التعليم يعمل عندنا التغيير الإيجابي والاجتماعي هلأ إحنا نعرف أن التعليم هو بيعدل السلوك بيأثر على الطلاب هو البيت الثاني للطالب فالتعليم يؤثر في الطريقة التي ينظر الناس بها إلى العالم من حولهم هايها النقطة وفي كيفية فهم القضايا إذن هو التعليم بيوضح كيف إحنا نتعامل مع الناس كيف إحنا نتعلم السلوكيات الإيجابية هذه كلياتها بيعلمنا إياها مين التعليم يساعد في إيجاد حلول المشكلات أي مشكلة موجودة عنا إحنا إذا تعلمنا وتعلمنا طريقة معالجة هالمشكلات قرأنا كتب في هذا الشيء إحنا نتعلم للاقي حلول لهالمشكلات آخر شيء عندهم يجعلهم أكثر إدراكا لواقعهم إنه إحنا لما نتعلم نكون مدركين إيش بيصير عنا في الواقع كيف نتعامل مع هاي الأشياء كيف نتعامل مع هاي الأزمة أو هاي المشكلة اللي صارت عنا فإذا التعليم هو أساس كل شيء إنت لما تتعلم هذا الشيء إذا معندك حل كل المشكلات الاجتماعية اللي بتصير معك فالتعليم هو المحرك الرئيسي للتقدم والتطور في المجتمع هيك بيكون إن شاء الله خلصنا درسنا أي سؤال يا مس بعطولية في عندكم واجب حل الأسئلة صفحة واحد وأربين ويعطيكم ألف عافية